السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الفل والياسمين على كل متابعين قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدة النهاردة بقى مش هنقول لايك وشير والكلام دهوت لو الفيديو عجبك اكيد طبعا ان شاء الله يعني هتعملي لايك واشتراك ده اللانشون هنعمله مع بعض بطريقة حلوة بصوا انا جربت قزة طريقة دي طريقة تمام بجد الطريقة اللي هقولها لكم دي اللي طلعت حلوة معي دي طريقة ودي كمان طريقة انا بعمل كزا. اه كزا طريقة اشوف اللي هتزبط معي وبجد وبقولها لكم. دي الطريقة اللي زبطت اللي زبطت قوي قوي معي وطعمها حلوة قوي او. وهنقول على المقدير بتاعتنا مع بعض. بصو بقى. الطريقة الصح اللي أنا عملتا. انا بجد عملت تلت طرق قبل الطريقة دي ودي اللي حلوة قوي قوي طعمها حلو. انا معي كوباية من الدي. ماشي. ومعي مص كوباية من الزيت. ومعي علبة جبنا نستو. علبة كاملة جبنا كاملة ومعايا من المكعبات اربع قطع مكعبات لحم انا الوصفات اللي فاتت ما عملتش فاهم مكعبات طلعت طعمها وحش جدا جدا ومعايا هنا معلقة صغيرة بابريكا معلقة بصل بودر طن بودر معلقة فلفل اسود وحتة صغيرة قوي لون طعام صحي لو عايزة تستغنى عنها مفيش مشكلة ومعلقة بهرات لحمة ومعلقة حبهان مطحون ومعايا كمان ست بودات بدرجة حرارة الغرفة هنقول هنعمل ايه هنحط كل المكونات دي كلها في الخلاط تمام انا الطرق اللي انا عملتها اللي فاتت دي ما عجبتنيش وما عجبتش بنتي وانا قلت احط مكعب واحد مرقة لحمة طعمها طلع مش حلو بجد انا عملت منها تلت طرق حولت اقشيل عشان مكسبات الطعم والكلام ده هوت لقيت طعمه مش حلو جدا وبنتي قالت طعمه وحش وكان فقالا طعمه مش حلو دي الطريقة اللي زبطت معايا قوي 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 بالزبط بنفس المقديل دي زي ما حضراتكم شايفين كل المكونات اهيه في الخلاط دربتها كويس جدا وبعد كده اهو ورق وهنفضي ده كله وما تخفيش ورق مش مضرر ولا اي حاجة ولو عايزة تحطي خايفة من ورق الستريتش حطي في كيس اه اللي هو بتاع المشويات بتاع الفراخ الكياس الحرارية لكن ده مش مضرر ولا حاجة ان شاء الله تمام هتحطيه وتحاولة الفيبو الراحة لانه هو مش متماسك زي اللانشون الفراخ اللي عملناه قبل كده لان التاني كان فيه بنيه كان فيه قطع من صدور الفراخ لكن ده بدون اي لحوم ولو عايزة تحطي على ده تحطي ربع كيلو من اللحمة المفرومة قطريش لان انا جربت كله باللحمة وما كانش حلو حطيت كمان اهو بلاستيك استريتش ولفيت بنفس الطريقة اللي حضرتك شايفاها دي علشان تعمل معانا اسطوانة بالشكل ده واربط كويس من ناحيتين بس سيبي فراغ شوية لانه بيتمدد في التسويه بتاعته عشان ما يتعليكيش البلاستيك استريتش بتاعي انا عملته بقى قبل كده وردك باللحم كله كله لحمة كان طعمه وحش جدا جدا وكان آآ مسيره وكانت رمى للقطة وما عجبش فراولة كمان القطة بتاعتنا كان طعمه مش حلو بأمانة انا بقول لكم على كل حاجة بمصدقية والله العظيم وكل اللي بعمله بالزبط ولو وصفة طلعت وحش معايا ما بنزلهاش ولو طلع اي في تركاية بقولها لحضراتكم بحط انا كمان اهو في ورق فويل وبربط كده كويس من ناحيتين تمام وكمان في ورق فويل برضو وهعملها من ناحيتين زي ما حضراتكم شايفين وهنزلها في مياه مغلية وهقول لكم هنحطها قد ايه في المياه المغلية بالزبط زي لانشون فراف اللي عملني اهو المياه المغلية عن ناحية دي ساعة والناحية التانية بعدها بمصد ساعة اذا هاخد معنا ساعة مصد هنطلعوه قاعد معايا ساعتين لحد ما برد ساعتين كامنين لحد ما برد او بتسيبيه لحد ما يبرد معاكي وهنقطعو وهنشوفو مع بعد وعلى فكرة اللانشون احسن من اللانشون بتاع برا بجد حتى لو ما عجبكيش الطعم تقولي مش زي بتاع برا على الاقل دي حاجة صحية طعمه حلوه والله بجد على الاقل دي حاجة صحية ومضمونة وعملها في البيت واضحكت على ولادك لو ما بيأكلوش صفار البيت بتحطي كل الفوائد وهيعجبهم جدا ده اهو شكله وده اللون اللي عجبني لو عايزة تزودي لون اللي هو اللون الاحمر الصحي بتزودي دي حاجة ترجع لك اتمنى بقى تكون الحلقة عجبتكم وهنقول تاني اللايك والشير والسابسكرايب لو عجبك الفيديو ومتشكرة جدا جدا للستلاف مشترك على قناتي على اليوتيوب مع تحياتي نجلاء الحمي